هم يطالبون بصفقة شاملة تنهي هذا الملف بالنسبة لعائلات الأسرة يقولون للحكومة الإسرائيلية لم يتبقى وقت كثير للتلاعف في هذا الموضوع بمعنى من حيث المفاوضات وما إلى ذلك هناك معلومات لدى الإسرائيليين على أن الثلاثين على الأقل من الأسرة قتلوا بسبب الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة هذا يعني بأن هناك أكثر من مئة أسير مازالوا بيد حماس في الأنفاق كما تقول إسرائيل وبالتالي الطريقة الوحيدة تقريبا لإطلاق صراحة أولاء هي صفقة تبادل بغض النظر إن كانت على مراحل أو دفعة واحدة عائلات الأسرة تطالب بالفعل الحكومة الإسرائيلية بعدم التردد في هذا الموضوع ودفع الثمن لأن حياة أولاء في خطر وفق ما يقولون طيب زياد عندما تتحدث أيضا إسرائيل عن العملية أو الحرب بالأحرى التي تشنها يعني في رفح خان يونس في الأمس حصل هناك كمين وأودى بحياة جنود إسرائيليين بالتالي يعني كيف تقنع إسرائيل يعني الإسرائيليين بأن العملية العسكرية تمشي بالمسار الذي خططت له وإنها بالفعل تمشي بطريق تطهير بين قوسين لوجود عناصر ومقاتلين الفصائل الفلسطينية هناك مشكلة في تسويق هذا الأمر هذا لم يعد مطروحا الآن باتوا في الإعلام الإسرائيلي في الصحف الإسرائيلية يمكن أن تقرأ يوميا بأنهم يعتبرون الأهداف التي حددها نيتنياهو شعارات بمعنى ليست حقيقة قابلة للتطبيق تماما زواء كان القضاء التام على حركة حماس أو استعادة الأسرى أحياء ولهذا عمليا هذه الأمور لا تبدو مقنعة كثيرا لسيما وأن هذه الاشتباكات ليس فقط في جنوب قطاع غزة حتى في الشمال الذي من المفروض بأن القصة هناك انتهت قبل أشهر هناك اشتباكات على أساس يومي أيضا في مدينة غزة هناك اشتباكات وبالتالي هذه الأمور كلها تجد صدها في الإعلام الإسرائيلي لهذا هناك الآن المزيد من الضغط من قبل الشارع الإسرائيلي على الحكومة رأيت المظاهرات أصبحت تطالب بإقالة نيتنياهو بالذهاب إلى انتخابات وليس فقط باستعادة الأسرى طيب أيضا زياد الآن رشح من الجانب الإسرائيلي بأن هناك تطمينات أرسلت من إسرائيل إلى مصر بما يتعلق بالحرب في رفح ما الذي أيضا يرشح في الإعلام الإسرائيلي عن هذه التطمينات وإن أشرنا أيضا على عجالة زياد مثلا لأنه عندما قال نتنياهو أن شمال رفح منطقة آمنة استهدفت ليلة الماضية أيضا هذه المنطقة شمال رفح المعضلة الحقيقية الآن بالنسبة لإسرائيل اسمها رفح هناك خلاف مع المصريين لم يسوى بعد إسرائيل تحاول أن تطمئن المصريين بأنها لن تمكث في محور فيليدلف وأنها ستكون عملية محدودة وستخرج من هناك الأمر الآخر أكثر من مليون نازح يجب إجلاؤهم عن تلك المنطقة ويجب تجنيد احتياط كمية كبيرة من جنود الاحتياط للقيام بهذه العملية ولهذا قد تمر أسابيع قبل أن تفكر إسرائيل في مثل هذه العملية لكن هناك تنسيق نوعا ما مع المصريين أعطيك مثالا مصر أدخلت دبابات إلى شمال سيناء هذا غير معقول بالنسبة للاتفاقية إلا بالتنسيق مع الإسرائيليين شكرا جزيلا إذن من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي شكرا